موسيقى تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها أن 26 مواطنا فرنسيا أصيبوا بجروح في هجوم برشلونة أمس الخميس وأن أحد عشر منهم حالتهم الصحية خطيرة وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية جان إفلودريان سيزور برشلونة في وقت لاحق اليوم الجمعة لتفقد الضحايا وأطلقت إسبانيا الجمعة عملية أنية لمكافحة الإرهاب بعد أن داعس شخص يشتبه في كونه متشدد بسيارة فان حشودا في برشلونة قتل العشرات من أفراد تنظيم داعش الإرهابي وأصيب آخرون بجروح إثر ضربة جوية نفذتها طائرة حربية مجهولة استهدفت مدنى المحكمة الشرعية في بلدة الشجرة في منطقة حوض اليرموك جنوب سوريا وقد أسفرت الضربة وفق مراسل أخبار الآن عن قتل عدد من قيادات التنظيم عرف منهم وائل العيد وهو الأمير العام لما يسمى بجيش خالد الذراع العسكري لداعش في المنطقة اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش في مدينة الرقة حققت على إثرها قوات سوريا الديمقراطية تقدما جديدا واحتدم القتال في المدينة القديمة في الرقة حيث تحاول قوات الديمقراطية تعزيز مكاسبها قال مسؤولون ان جنديا أمريكيا قتل وأصيب نحو عشرين آخرين من الجنود الأمريكيين والأفغان بجروح في عمليات عسكرية مشتركة ضد مقاتلي تنظيم داعش في أفغانستان وضف المسؤولون ان الانفجار وقع في إقليم نانجرهار في وقت يزور فيه مسؤولون عسكريون أمريكيون بينهم وزيرة القوات الجوية هيدر ويلسون البلاد أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورت في زيارته لتوكيو الجمعة تعهد بلاده بالدفاع عن اليابان في حال تعرضت لهجوم صاروخي من كوريا الشمالية وتهدد كوريا الشمالية بإجراء تجارب صاروخية من شأنها أن تحلق فوق اليابان وتهبط في المياه قبالة جزيرة جوام الأمريكية كما أبلغت كوريا الشمالية الأمم المتحدة أن برنامجها النووي ليخضع مطلقا للتفاوض طالما استمرت الضغوط السياسية والتهديدات من قبل الحكومة الأمريكية توصلت دراسة الحديثة إلى أن الأطفال الذين لا يحصلون على كفايتهم من النوم يزداد لديهم خطر الإصابة بسكري من النمط الثاني واشتملت الدراسة على أكثر من أربعة ألاف وخمسمائة طفل بريطاني ووجد الباحثون علاقة بين عادات النوم وظهور علامات خطر محددة للإصابة بسكري من النمط الثاني للأطفال نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة